أن كل عدد صحيح طبيعي غير منعدم هو قاسم لنفسه يعني جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية تقبل القسمة على نفسها ما عدا الصفر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من مع المستوى السادس الدرس الخامس المضاعفات والقواسم وقابلية القسمة الأهداف تحديد مضاعفات وقواسم عدد صحيح طبيعي وتعرف قابلية القسمة على 2, 3, 4, 5, 6, 9 تحديد الأعداد الزوجية والفرضية وتعرف الأعداد الأولية تحديد القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين وفي الأخير تحديد المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين فلنبدأ على بركة الله بائما ما نبدأ بتقوين تشخيصي أو تذكير المتعلمين بمكتسباتهم السابقة فيما يخص المضاعفات والقواسم التي درسوها في المستوى الخامس سوف أترك لكم الرابط في آخر هذا الفيديو إذن ما هو المضاعف؟ المضاعف هو جداء عددين صحيحين طبيعيين كمثال لدينا 3 في 5 تساوي 15 إذن في كتابة ضربية نسمي نتيجة الضرب الجداء وخمسة تسمى العامل الأول وثلاثة العامل الثاني أقول أن 15 هي مضاعف للعدد 3 وأيضا مضاعف للعدد 5 ماذا يعني ذلك؟ يعني أن 15 هي مضاعف مشترك للعددين 5 وأيضا للعدد 3 ونكتب 5 في 3 تساوي 3 في 5 تساوي 15 أي أن لخمسة و3 نفس الجداء أو نفس المضاعف نمر الآن إلى القواسم إذن ما هو القاسم؟ القواسم هي العوامل ماذا نعني بذلك؟ هي تلك الأعداد التي نضرب بعضها في بعض لتعطينا ماذا؟ الجداء أو ما نسميه بالمضاعف ونعطي مثال نعلم أن عكس الضرب يسمى القسمة انطلاقا من هذا المثال لدينا الجداء أو المضاعف 15 مقسم على 3 يساوي 5 هنا 3 تسمى قاسم للعدد 15 وأيضا 15 مقسم على 5 تساوي 3 تسمى 5 قاسم للعدد 15 ماذا يعني؟ يعني أن العدد 15 يقبل القسمة على 3 وأيضا يقبل القسمة على 5 عندما يكون الباقي يساوي 0 يعني أن هذه القسمة يجب أن تكون مضبوطة سنوضح كيف ذلك؟ 15 مقسم على 3 ما هو العدد الذي نضربه في 3 ويساوي 15؟ إذن هو العدد 5 إذن 5 في 3 تساوي 15 إذن 5 نقص 5 تساوي 0 1 نقص 1 يساوي 0 إذن هنا الباقي لدينا يساوي ماذا؟ يساوي السفر إذن نقول أن 15 قابل للقسمة على العدد 3 إذا كان الباقي يساوي 0 إذا كانت القسمة مضبوطة وأيضا نقول أن 3 قاسم للعدد 15 إذا كان لدينا الباقي يساوي السفر ونفس الشيء بالنسبة للعدد 5 أو للقاسم 5 مرحلة ثانية من التقويم التشخيصي سوف نقوم بتذكير بمفهوم الأعداد الزوجية والأعداد الفرضية إذن ما هو العدد الزوجي؟ عدد الزوجي هو ما كان رقم وحداته 0, 2, 4, 6 أو 8 مثال 516 عدد زوجي لماذا؟ لأن رقم وحداته 6,098 رقم وحداته هنا هو 8 إذن عدد زوجي 734 إذن رقم الوحدات لدينا هنا 4 إذن فهو يعتبر عدد زوجي 90 رقم الوحدات هنا 0 إذن أيضا يعتبر عدد زوجي إذن ما هي الأعداد الفرضية أو ما هو العدد الفرضي؟ العدد الفرضي هو ما كان رقم وحداته 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 كأمثلة 131 إذن رقم الوحدات لدينا هنا 1 إذن 131 يعتبر عددا فرديا 645 إذن لدينا رقم الوحدات هنا 5 إذن عدد فردي 3177 رقم وحدات لدينا هنا 7 إذن هذا العدد يعتبر عدد فردي 9039 إذن رقم الوحدات 9 إذن هذا العدد أيضا عدد فردي نبدأ حصتنا البنائية انطلاقا من الوضعية التالية سؤال أول أضع علامة في خانة المناسبة بالجدول التالي ثانيا أحدد المضاعفات والقواسم المشتركة من بين هذه الأعداد ثالثا أحسب مجموع وفرق مضاعفين لنفس العدد هنا كمثلة سوف نأخذ العدد 2 إذن ماذا نلاحظ ماذا نستنتج رابعا هل مجموع وفرق مضاعفي العدد 2 يقبل القسمة على 2 ماذا نستنتج إذن هذه الوضعية تشمل في أسئلتها مجموعة من الأهداف فلنبدأ على بركة الله بالسؤال الأول أضع علامة في الخانة المناسبة بالجدول التالي إذن لدينا مجموعة من الأعداد سوف نحدد هل هي مضاعفات لإثنان مثلا نقول مضاعفات ونقول أعداد قابلة للقسمة على إثنان مثلا 1506 هل هي مضاعف للعدد إثنان أو نقول أيضا هل عدد 1506 قابل للقسمة على إثنان إذن سوف نستحضر الخاصية التي درسناها في المستوى الخامس إذن ما هي مضاعفات عدد إثنان أو ما هي الأعداد التي تقبل القسمة على إثنان ضاعفات العدد إثنان هي أعداد زوجية رقم وحداتها سفر أو إثنان أو أربعة أو ستة أو تمانية إذن نبدأ 1506 كيف هو رقم وحداته؟ ستة يعني عدد زوجي إذن هو مضاعف للعدد إثنان أو نقول قابل للقسمة على العدد إثنان 351 مضاعف للعدد إثنان؟ لا لأن رقم وحداته فردي يعني غير زوجي 2105 مضاعف للعدد إثنان؟ لا لأن خمسة رقم فردي 3060 إذن رقم وحداتها لدينا هنا سفر إذن هو قابل للقسمة على إثنان ونقول أيضا مضاعف للعدد إثنان 9012 إذن رقم وحداته هنا لدينا إثنان إذن إثنان عدد زوجي نقول أن 9012 مضاعف للعدد إثنان وأيضا نقول قابل للقسمة على العدد إثنان الآن إلى تحديد مضاعفات أو قادة القابلة للقسمة على ثلاثة إذن كيف نجد أو ما هي مضاعفات العدد ثلاثة؟ ضاعفات العدد ثلاثة أو الأعداد القابلة للقسمة على ثلاثة هي ما كان مجموع أرقامها يساوي ثلاثة ستة أو تسعة إذن سوف نقوم بحساب مجموع هذا العدد إلادينا واحد زائد خمسة تساوي ستة وستة زائد ستة تساوي إثنان عشر إثنان عشر مضاعف للعدد ثلاثة؟ نعم إذن نضع علامة هو أيضا قابل للقسمة على العدد ثلاثة نأتي إلى ثلاثة مئة واحد وخمسون ثلاثة زائد خمسة تساوي تمانية زائد واحد يساوي تسعة تسعة من مضاعفات العدد ثلاثة؟ نعم وهو أيضا قابل للقسمة على العدد 3 ناني زائد 1 يساوي 3 زائد 5 يساوي 8 هل 8 من مضاعفات العدد 3؟ لا إذن أيضا غير قابل للقسمة على العدد 3 3060 3 زائد 6 تساوي 9 إذن 9 من مضاعفات العدد 3 نعم وأيضا يعتبر هذا العدد قابل للقسمة على العدد 3 إذن هنا 9 زائد 1 يساوي 10 زائد 2 يساوي 12 12 مضاعف للعدد 3 وأيضا يعتبر هذا العدد قابل للقسمة على العدد 3 الآن سوف نمر إلى مضاعفات أو الأعداد القابلة للقسمة على 4 مضاعفات العدد 4 أو الأعداد القابلة للقسمة على 4 هي أول شرط يجب أن تكون أعداد زوجية ثاني شرط أن يكون رقم وحداتها مع رقم عشراتها من مضاعفات العدد 4 إذا كان رقم عشرات مع رقم وحدات أكبر من 40 هنا يجب أن نطبق هذه الخاصية لمعرفة ما إذا كان مضاعف رقم عشراتها مع وحداتها من مضاعفات 4 وذلك بأخذ رقم العشرات نضربه في إثنان ونضيف إليه واحد ثم نرى هل هو مضاعف لأربعة أو لا سنطبق الآن 1500 وستة الشرط الأول من الوحدات يجب أن يكون عددان زوجيا ثانيا رقم الوحدات مع رقم العشرات يجب أن يكون من مضاعفات 4 إذا ها هو رقم الوحدات مع عدد العشرات إذا هنا لديه ستة هل هي مضاعف لأربعة لا إذا هذا العدد ليس مضاعف للعدد أربعة وغير قابل القسمة على العدد أربعة نأتي إلى 351 نرى هنا رقم الوحدات عدد فردي إذا ليس مضاعف للعدد أربعة نمر إلى عدد آخر لدينا 2105 إذا نلاحظ هنا رقم الوحدات الذي هو خمسة هل هو عدد زوجي لا عدد فردي إذا هذا العدد ليس من مضاعفة العدد أربعة ولا يقبل القسمة عليه نأتي إلى 3060 هنا سوف نلاحظ رقم الوحدات الذي هو صفر هل هو رقم أو عدد زوجي؟ نعم إذا الشرط الأول تحقق الشرط الثاني هو أن يكون رقم الوحدات مع رقم العشرات من مضاعفات العدد أربعة إذا هنا لدينا ستون في هذه الحالة سوف نطبق هذه الخاصية التي تقول أن نأخذ رقم العشرات الذي هو ستة ونضربه في إثنان ثم نضيف إليه رقم الوحدات الذي هو صفر فنجد ستة في إثنان لماذا؟ إثنى عشر زائد صفر تساوي إثنى عشر إذن هل إثنى عشر من مضاعفة العدد أربعة؟ نعم إذن العدد ثلاثة آلاف وستون أيضا مضاعفة للعدد أربعة ونقول قابل القسمة على العدد أربعة تسعة آلاف وإثنى عشر إذن كذلك نرى رقم الوحدات الذي هو إثنان يعني عدد زوجي الشرط الثاني أن يكون رقم الوحدة مع عدد العشرات من مضاعفة أربعة إذن لدينا هنا إثنى عشر إذن إثنى عشر من مضاعفة العدد أربعة؟ نعم وبالتالي تسعة آلاف وإثنى عشر مضاعف للعدد أربعة ونقول قابل القسمة على العدد أربعة نمر إلى مضاعفات العدد خمسة إذن الخاصية تقول مضاعفات العدد خمسة أو الأعداد القابلة للقسمة على خمسة هي ما كان رقم وحداتها سفر أو خمسة إذن نذهب إلى العدد ألف وخمسمائة وستة رقم وحداته سفر أو خمسة لا إذن ليس مضاعفة للعدد خمسة هنا لدينا ثلاثمائة وخمسون واحد رقم وحدات هنا ليس بسفر ولا بخمسة إذن ليس مضاعفا وغير قابل القسمة على خمسة هنا ألفان ومائة وخمسة رقم وحدات نعم هو خمسة إذن مضاعفا للعدد خمسة وقابل القسمة على العدد خمسة ونضع علامة نأتي إلى هنا ثلاثة آلاف وستون رقم الوحدة لدينا هنا 0 إذن يعتبر هذا العدد مضاعف وقابل للقسمة على العدد 5 9012 إذن رقم الوحدة هنا لدينا 2 إذن لا يتحقق لنا هذا الشر ليس مضاعفة للعدد 5 نأتي إلى مضاعفات العدد 6 أو الأعداد القابل للقسمة على الأعداد 6 هي أعداد زوجية شرط الأول شرط ثاني يجب أن يكون مجموع أرقامها 3 أو 6 أو 9 نختصر كل ذلك ونقول أن مضاعفات العدد 6 أو القابل للقسمة على 6 يجب أن تكون مضاعفات للعدد 2 و3 في نفس الوقت إذن سوف نرى 1506 هو مضاعف للعدد 2 وأيضا مضاعف لعدد 3 وبالتالي سوف يكون مضاعفا للعدد 6 أو نطبق الخاصية الأولى إذن هو عدد زوجي ومجموع أرقامه يساوي كما قلنا سابقا 12 و2 زائد 1 تساوي 3 إذن هو من مضاعفات العدد 3 نمر إلى العدد 351 إذن هو ليس بعدد زوجي يعني مباشرة نرى أنه ليس عدد زوجي نمر أيضا هنا لدينا 5 رقم 1 5 ليس عدد زوجي إذن ليس مضاعف لـ 6 هنا لدينا الصفر عدد زوجي إذن هنا احتمال أن يكون مضاعف للعدد 6 في هذه الحالة سوف نحسب مجموع الأرقام مجموع الأرقام 6 زائد 3 تساوي 9 نعم مضاعف لـ 3 أو نختصر ونرى أنه مضاعف لـ 2 ومضاعف لـ 3 ونضع علامة مباشرة 9000 و12 عدد زوجي تحقق الشرط الأول نمر للشرط الثاني أن مجموع أرقامه يكون نساوي كما قلنا 3-6 أو 9 إذن 9 زائد 11 زائد 2 12 إذن 12 أيضا هي 1 زائد 2 تساوي 3 إذن هي من مضاعفة العدد 3 ونضع العلامة أو نختصر ونرى هنا العلامة أنه مضاعف لـ 2 وأيضا مضاعف لـ 3 إذن أيضا سوف يكون مضاعفة للعدد 6 نمر إلى مضاعفات العدد 9 أو الأعداد القابل للقسمة على 9 كما قلنا في السنة الماضية أن هي ما كان مجموع أرقامها يساوي 9 إذن هنا قمت بحساب مجموع الأرقام إذن هنا لدينا 12 يعني 1 زائد 2 يساوي 3 إذن لا يساوي 9 يساوي 9 إذن هذا العدد هو مضاعف للعدد 9 وقابل القسمة عليه مجموع أرقام هذا العدد يساوي 8 إذن ليس بمضاعف 360 مجموع أرقامي يساوي 9 إذن يعتبر مضاعفة للعدد 9 هنا مجموع الأرقام 12 أو 1 2 يساوي أيضا 3 إذن ليس مضاعفا للعدد 9 مضاعفات العدد 10 أو الأعداد القابل للقسمة على العدد 10 وهي ما كان رقم وحداتها الصفر إذن من بين هذه الأعداد الأعداد التي رقم وحداتها الصفر هو العدد 3060 إذن الذي وهو يعتبر أيضا قابل للقسمة على العدد 10 نمر للسؤال الثاني أحدد المضاعفات والقواسم المشتركة من بين هذه الأعداد إذن نلاحظ هنا أن العدد 1506 هو مضاعف للعدد 2 وأيضا مضاعف للعدد 3 مضاعف للعدد 6 إذن نقول أن العدد 1506 هو مضاعف مشترك للأعداد 2 و3 و6 نأتي للعدد 351 هو مضاعف للعدد 3 وأيضا للعدد 9 إذن فهو مضاعف مشترك للعددين 3 و9 نأتي إلى العدد 2105 نلاحظ أنه مضاعف فقط للعدد 5 نمر للعدد 3060 كما نلاحظ هو مضاعف مشترك لجميع الأعداد الموجودة لدينا لـ 2 و3 و4 و5 و6 و9 و10 ونكتب العدد 9012 كما نلاحظ أنه مضاعف مشترك للأعداد 2 و3 و4 و6 ونكتب الآن سوف نقوم بتحديد القواسم المشتركة من بين هذه الأعداد إذن كما قلنا سابقا أن هذه الأعداد تسمى بالمضاعفات والأعداد التي تقبل القسمة على مثلا 2 إذن 2 ماذا يسمى بالنسبة لهذه الأعداد؟ يسمى قاسما للعدد مثلا 1506 وأيضا قاسم للعدد 3060 وأيضا قاسم للعدد 9012 إذن ماذا يمكن أن نقول هنا عن العدد 2؟ قولوا أن 2 قاسم مشترك للأعداد 1506 3060 و9012 الآن نأتي إلى العدد 3 كما نلاحظ أن 3 هو قاسم للعدد 1506 وأيضا للعدد 351 وأيضا للعدد 3060 وللعدد 9012 إذن فهو يعتبر قاسم مشترك لهذه الأعداد إذن نفس الطريقة نلاحظ هنا أن 4 قاسم مشترك للعددين 3060 و9012 بنفس الطريقة نلاحظ أن 5 هو قاسم مشترك للعددين 2105 وأيضا للعدد 3060 6 قاسم مشترك لثلاث أعداد لدينا هنا مما 1506 و3060 و9012 9 نلاحظ أنه قاسم مشترك للعددين 351 و3060 إذن 10 قاسم فقط للعدد 2105 لدينا هنا في الجدول أمر إلى السؤال الثالث أحسب مجموع وفرق مضاعفين لنفس العدد كمثال هنا سوف نأخذ العدد 2 كما نلاحظ أن المضاعفة مشتركة للعدد 2 لدينا 1506 أخذ مضاعف آخر للعدد 2 مثلا 30060 سوف نقوم بحساب المجموع إذن 6 زائد 0 تساوي 6 0 زائد 6 6 5 زائد 0 يساوي 5 1 زائد 3 يساوي 4 إذن المجموع هو 4566 الآن سوف نقوم بحساب فرق أيضا مضاعفي لهذا العدد كم هنا بعمليات الفرح إذن لدينا 3060 ناقص 1560 إذن تساوي 0-6 لا يمكن نستلف ونرد السلف إذن 10-6 تساوي 4 6-1 يساوي 5 0-5 لا يمكن نستلف ونرد السلف 10-5 تساوي 5 3-2 تساوي 1 إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا بالنسبة للمجموع أن رقم وحداته 6 يعني عدد زوجي إذن أيضا المجموع هو مضاعف للعدد 2 وبالنسبة هنا للفرق رقم وحدات عدد زوجي يعني أنه مضاعف أيضا للعدد 2 إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن مجموع أو فرق مضاعفي عدد صحيح طبيعي هو مضاعف لنفس العدد سؤال أربعة هل مجموع وفرق مضاعفي العدد 2 يقبل القسمة على 2؟ إذن المجموع هنا لدينا 4566 هل يقبل القسمة على 2؟ نعم، لماذا؟ لأن رقم وحداته عدد زوجي يعني قابل للقسمة على العدد 2 وأيضا لدينا الفرق هنا رقم وحداته عدد زوجي إذن فهو قابل للقسمة على العدد 2 إذن ماذا نستنتج؟ تنتج أن قاسم عددين صحيحين طبيعيين يقسم مجموعهما وفرقهما وكما قلنا سابقا عندما نقول عدد قاسم لعدد آخر إذا كان البقي سوي صفر يعني القسمة مضبوطة وهذا ما سوف نتأكد منه الآن سوف نختار مثلا المجموع ونقسمه على العدد 2 لدي هنا رقم أخذ رقم الأربعة أكبر من 2 إذن أقوم بعملية القسمة كل أربعة كم فيها من 2 أو ما هو العدد الذي نضربه في 2 ويعطينا 4 إذن هو 2 2 في 2 تساوي 4 4 نقص 4 تساوي الصفر أنزلوا بالعدد 5 خمسة كم فيها من 2 أو ما هو العدد الذي أضربه في 2 ويعطينا 5 أو مضعف أصغر منه وأربعة إذن 2 في 2 أربعة 5 نقص 4 تساوي 1 أنزلوا بالعدد 6 فيصبح لدينا 16 16 مقسمة على 2 تساوي 8 8 في 2 16 نقص 16 يساوي 0 أنزلوا هنا بـ 6 إذن 6 كم فيها من 2 هو 3 3 في 3 6 و 6 نقص 6 تساوي الصفر لدينا الباقي يساوي الصفر يعني أن القسمة مضبوطة هناك حالات يجب التطرق إليها في هذا الدرس فيما يخص العدد 1 والعدد 0 بالنسبة للعدد 1 نعلم أن أي عدد نضربه في 1 يعطينا ماذا؟ يعطينا العدد نفسه فمثلا لدينا 5 في 1 تساوي 5 مثلا 1883 في 1 يساوي 1883 ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العدد 1 هو قاسم للعدد 5 وقاسم للعدد 1883 وهو قاسم لجميع الأعداد ما عدا حالة واحدة؟ عندما نقول 0 في 1 هنا يساوي الصفر وبالتالي نستنتج أن 1 هو قاسم لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة الآن سوف نقوم بتحويل الكتابة الضربية إلى قسمة نكتب 5 مقسمة على 5 يساوي 1 نحول هذه الكتابة إلى قسمة إذن مقسمة على 1883 يساوي 1 ماذا نراحظ؟ نراحظ أن العدد 5 هو قاسم لنفسه وأيضا العدد 1883 هو قاسم لنفسه إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن كل عدد صحيح طبيعي غير منعدم هو قاسم لنفسه يعني جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية تقبل الكسمة على نفسها ما عدا الصفر لنسبة للسفر نعلم أن أي عدد نضربه في السفر يساوي ماذا؟ نساوي السفر مثال 4 في السفر نساوي السفر 5 في السفر نساوي سفر 315 في السفر نساوي سفر إذن أي عدد نضربه كيفما كان في السفر نساوي السفر لذلك نقول أن السفر يعتبره مضاعفا لجميع الأعداد عكس غير صحيح يعني أن السفر ليس قاسما بأي عدد بحيث لا يمكن أن نرى عدد يقبل القسمة على سفر إذن لا يمكن نمر إلى الوضع الثاني أو النشاط الثاني الذي سوف نتعرف من خلاله على الأعداد الأولية سؤال أول أحدد قواسم العدد 12 ثانيا أحدد قواسم العدد 13 ماذا نلاحظ ماذا نستنتج؟ بتحديد قواسم العدد 12 قلنا أن القواسم هم العوامل إما أن نعتمد على حفظ جدوى الضرب وإما أن نعتمد على الخاصية أنا سوف أبدأ من منطلق الخاصية إذن نعلم أن كل عدد صحيح طبيعي فهو قاسم لنفسه إذن وجدت القاسمة الأول إذن 12 في 1 يساويه 12 1 هو قاسم لكل الأعداد الصحيح الطبيعي الغير منعلمة إذن ألاحظ أن 12 رقم وحداته عدد زوجي إذن فهو من مضاعفات العدد 2 2 في 6 تساوي 12 أيضا مجموع أرقام هذا العدد تساويه 3 إذن 12 من مضاعفات العدد 3 إذن ما هو العدد الذي نضربه فيه 3 يساوي 12؟ هو 4 إذن قواسم العدد 12 هي 1، 2، 3، 4، 6 الآن سوف نمر لقواسم العدد 13 جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية غير منعدمة تعتبر قاسما لنفسها فنقول 13 في 1 يساوي 13 وأيضا 1 هو قاسم لجميع الأعداد رقم وحداته فردي يعني ليس من مضاعفات العدد 2 كذلك مجموع أرقام يساوي 4 ليس من مضاعفات العدد 3 رقم وحداته ليس بصفر ولا خمسة إذن فهو ليس مضاعف العدد 5 إذا طبقنا جميع الخاصيات سوف نجد أن قواسم العدد 13 هي 1 و13 فقط سؤال الثالث ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن العدد 12 يقبل القسمة على أكثر من عددين العدد 13 يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه فقط إذن ماذا نسمي هذا النوع من الأعداد؟ هذا النوع يسمى بالأعداد الأولية والنوع الذي يقبل القسمة على أكثر من عددين يسمى بالأعداد الغير أولية ماذا نستنتج؟ سوف نكتبه الخاصية الأعداد الغير أولية هي التي تقبل القسمة على أكثر من عددين والأعداد الأولية هي التي تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها فقط وكأنتلة لدينا 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، المشترك الأصغر لهما لإيجاد مضاعفات العشر الأولى للعددين 8 و 9 هنا نعتمد على جدول الضرب الذي دائما نؤكده على تمكن المتعلم من حفظه بشكل جيد في حالة ما إذا كان لدينا هنا أعداد كبيرة مثلاً 45 و 27 هنا يمكننا أن نستعين بالمحسبة لإيجاد المضاعفات العشر الأولى لهما سوف نحدد المضاعف المشترك الأصغر لهما كيف؟ إذن أول مضاعف مشترك سوف نجده هو المضاعف المشترك الأصغر إذن لدينا هنا 8، 9، 18، 16، 14، 27، 22، 36، 40، 45، 48، 54، 56، 63، 64، 62، 72 إذن هذا يعتبر هو أول مضاعف مشترك والذي نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر وبالتالي المضاعف المشترك لهما هو العدد 2 و 7 وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس إلى درس جديد نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر